أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد ابتداء من الثامن من نوفمبر وقال رئيس مجلس المفوضية عماد السايحة إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيظل مفتوحا حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الحالي وأن المفوضية ستتلقى طلبات الترشح للرئاسة من خلال مكاتبها في بنغازي وسبها وطرابلس وأشار السايح في مؤتمر صحفي أن المفوضية تفتح أبوابها لقبول الترشح لانتخابات مجلس النواب حتى السابع من ديسمبر في كل مكاتب المفوضية في جميع أنحاء ليبيا كل من تنطبق عليه سروط القانون سروط قبول ترسحاته فهو يحق له الترشح أخيرا تفتح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل أسابيع فقط من موعدها المتفق عليه وبعد أيام أيضا من قبول مجلس النواب التعديلات الفنية التي تقدمت بها المفوضية تعديلات لم تشمل المادة الثانية عشرة من قانون انتخاب الرئيس والتي تقضي بتخلي المرشح عن منصبه قبل ثلاثة أشهر من الاقتراع لأنها شأن سياسي تقود المفوضية تعديلات تقدمت بها المفوضية تقدمت بها تعديلات فنية مادة 12 تعديلات سياسية وأعتقدنا حسب ما استلمنا آخر تعديل لمادة شرط الثلاثة أشهر مزال قائمة التعديلات قد تمنع بعض الشخصيات من الترشح بحسب مراكبين وعلى رأسهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدة بيبة الذي أعلنت مصادر ليته الترشح هذا القانون لا يتيح الترشح لسيد رئيس الحكومة فهدف اعتقادي طبعا لكن لا أعرف إن كان هناك تفسيرات قانونية ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الحالي فيما سيستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى السابع من ديسمبر كانون الأول المقبل إضافة إلى البدء بتوزيع أكثر من مليونين وثمانمائة ألف بطاقة على الناخبين ابتداء من الثامن من الشهر الجاري وتقول المفوضية إنها عملية لا تقل أهمية عن قبول طلبات الترشح ينطلق إذن السباق الانتخابي في ليبيا وسط توقعات بتغير شكل التحالفات السياسية خصوصا بعد الإبقاء على المادة الثانية عشرة على حالها في مقابل توقعات مراقبين باحتمال اتساع رقعة الطعون سواء في المرشحين أو بشأن قوانين الانتخابات نفسها التي لا تزال محل جدل إدراحيم العبدالي العربي ترابلس وينضم إلينا من ترابلس عبدالقادر حوالي عضو المجلس الأعلى للدولة وملطقة الحوار السياسي الليبي سيد عبدالقادر أهلا بك الكل يجمع على ضرورة أن تعقد الانتخابات الرئاسية وتشريعية في موعدها لكن هناك من يحذر من الوصول إلى أزمة دستورية بسبب أن فتح باب الترشح حصل من غير التوافق على إطار قانوني للانتخابات ما طبيعة هذه التحذيرات؟ وهل بالفعل ممكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة؟ بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله الرحب بك ومشاهدك الكرام طبعا كما قلت صحيح أنه لا يوجد توافق على أساس لهذه الانتخابات أساس دستورية وأساس قانوني ولكن المفاوضية وبعض الدول الأجنبية ومجلس النواب داهبون في هذا المسار طبعا نحن كمجلس أعلى للدولة قدمنا طعن دستوري في القانون انتخاب البرلمان وقانون انتخاب الرئيس وطعن إداري في قوانين التي تديرها المفاوضية وننتظر من القضاء الفصل في هذه القوانين فعلا هو الانتخابات ليست هي الغاية هي أداة للوصول إلى الاستقرار الهدف هو الاستقرار وبما أن الانتخابات وضعت على أساس غير متفق عليه يعني المدخلات غير متفق عليها إذن حتى المخرجات ربما سيكون غير متفق عليه كما يحدث الآن الرغم من أن العراق أجرت انتخابات ورأينا نتيجة حاليا أن هناك صدامات ومحاولات اغتيال وارتباك في المشهد السياسي في العراق لا نريد أن تحدث هذه المسألة في الدولة الليبية لذلك نحن ذهبنا وقدمنا مذكرة أخرى اعتراضية لرئيس وعضاء مزل الأمن الدولي والأمين العام المتحدة لتبيان الخرقات التي أجرت على هذه العملية ولا نضمن مدى ما سيكون في نتائج هذه العملية وما سيحدث من أحداث حتى هذه اللحظة خارط طريقة التي أقرت في تونس ولم يطبق منها إلا جزء واحد وهو السلطة التنفيذية التي مهمتها تهيئة جو والسيطرة على جميع الترابي الليبي نرى أن حكومة الوحدة الوطنية لم تستطع أن تجتمع في بغازي ولم تستطع أن تذهب إلى سبه ولم تستطع أن تنزل في غاز فكيف سنجري انتخابات على أي أساسة تجرى هذه الانتخابات نعم هناك مشكلة بالنسبة للقوانين المطعون بها كما ذكات وحتى هذه النقطة حذر منها رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري ماذا بالنسبة لنقطة أيضا خلافية حول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميل دبيبة كيف سيجرى إلى حل هذه المشكلة لا يجب أن تحل هذه المسألة السياسية يعني يستطيع رئيس الحكومة بإعاز منه إلى وزير الداخلية أن يقول أن الأجواء غير مناسبة لإجراء الانتخابات وتنتهي هذه العملية يعني الانتخابات حاليا العملية ما تقوم به المفوضية وبعض الدول ليس إجراء الانتخابات يستطيع رئيس الحكومة أن يلغي هذه الانتخابات بأن الأجواء غير آمنة وغير مستقرة لإجراء الانتخابات وأن هذه الانتخابات ستؤدي إلى عدم استقرار البلاد وأيضا هذه الانتخابات التي رأيناها حاليا أنا أشبهها بما كان يقوم في عهد القدافي اللي هي التصعيد الشعبي المباشر لأن التصعيد الشعبي المباشر في عهد القدافي كانت العملية تنتهي في يوم واحد فقط يعني حاليا الوقت غير كافي لإجراء انتخابات بمعايير دولية أنه لا يوجد حق للطعوم ووقت للفصل في هذه الطعوم نعم نعم البعض يتخوف إلى أن تأجيل هذه الانتخابات سيؤدي إلى مشاكل وتعقيدات سياسية أكبر وحتى البعض يقول أنها لن تجرى إذا تم تأجيلها إذا تأجلت ستجرى الانتخابات ولكن أنا أرى في إجرائها بهذا الجو المتوتر أسوأ من أن تؤجل أنا أرى التأجيل الانتخابات لفترة زمنية إلى حين الاتفاق على الأساس القانوني والدستوري لها لكي يرضى الجميع بمخرجاتها حاليا جزء كبير من الشعب لن يرضى وجزء كبير من المكونات والنخب السياسية لن ترضى بالنتائج وخاصة إذا ترشح فيها مجرم الحرب خليفة حفظر وقبلت مفوضية العليا انتخابات هذا الترشح ربما ستكون هناك أحداث غير سارة في طرابلس شكرا جزيلا لك عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار السياسي السيد عبدالقادر أحوالي اشتركوا في القناة